والكيموية كل شيء كل شيء كل حاجة عايز تعملها في بلدك ده هياخد جهد اه يا خبرة بيض متأخرين سنوات طويلة ولكن بتحاول اه بنعمق بنحاول اه الرئيس بيشتغل فانا بقوله حاكوا النهاردة المنفين دول اللي هم قدام عنين القيادة السياسية الامن الغذائي عشان حضرتك مينفعش في اي مرحلة تنزل السوق ما تلاقيش اكلك وما ينفعش الاسعار تزيد اضعاف 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 ابدا وما ينفعش في نفس الوقت انه نفضل مستمر على اه 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 عايز دولارات عشان استورد طب انا لو ما عنديش دولار اعمل ايه طب انا الدولار عنده قليل اعمل ايه طب انا الوضع عندي صعب اعمل ايه يبقى انا معتماد على الخارج يبقى دي ما تبقاش بلد ان انت كل حاجتك معتمد على برة ما تبقاش بلد لا احنا بلد ودولة كبيرة فلازم اعتمد على عندي صناعة عندي رجال صناعة عندي قطاعات في الصناعة كبيرة في مصر هنقوم بلدنا هنقومها بمين بكل المصريين ازرع صنع انتج كل واحد يقد دوره اللي بتعمل النهاردة في هذا الاجتماع هو ازاي نوطن الصناعة ببلدنا كفاية ان انا نقعد اجمع كفاية موضوع ان احنا نقعد نجيب مش عارف ايه وتجميع ايه ونعمل ايه كفاية علينا عايزين نصنع النهاردة الدكتور خالد عبا بفار وزير التعليم العالي والقايم العامة وزير صحة كان في مركز المراكز الخاصة بيه ايضا الابحاث ابحاث معامل البحثية الفلزات النهاردة انا شفت مع الدكتور خالد عبا بفار وهوره لكم بعد شوية المعامل دي بتطور في صناعة العربيات تاني بقول صناعة ما بقلش ان احنا ما بقولش النهاردة ان انا بجمع لأ انت النهاردة بتحاول والدكتور خالد عبا بفار لما تكلم النهاردة على انه العربية العربيات اللي هتشوفوها بعد شوية اللي وصلوله هنا شغل اللي هو المنتج المصري التصنيع المحلي بنسبة خمسة وسبعين الى سبعة وسبعين في المية من مكونات العربية يبقى انت النهاردة بتتكلم على صناعة تصنيع الحاجات الاساسية في العربيات اللي انت جايما دايما تقوليه المحرك العربية اللي مش عارف ايه العربية الحاجات اللي احنا بنعملهاش النهاردة عندك في المركز المعامل البحثية في مركز البحوث وتطوير الفلزات اللي قدام حضراتكو مع الدكتور خالد عبا بفار النهاردة بنتكلم لا بنتكلم الدكتور خالد بيتكلم سيد الوزيدي بتكلم مش انا انه عرضوا عليه النهاردة عربية المنتج المصري فيها ما بين خمسة وسبعين الى سبعة وسبعين في المية طيب احنا نوصل لكام بعد كده توصل لمية في المية تبقى بالكامل كلها منتج مصري مصنع جوه ما انت خلي بالك لو انت ما عملتش ده مش هتوصل للنتاج اللي انت هتتمناها يا جماعة النهاردة ماينفعش كل شوية نقعد نتكلم النهاردة تجاوز تسعتاشر جنيه دولار طيب وتسعتاشر واربعتاشر او تمانية او عشر او حضار ويوصل عشرين ولا يوصل اقل او اكتر بحدش عارف كل الموضوع عرض وطلب طب انت النهاردة تعمل ايه تعمل ايه صنع ما تبقى اش معتمد على اللي جايلك من برا ادوني فلوس عشان اروح اجيب مش عارف قطع غيار ادوني فلوس عشان هتجيك قطع غير شوية اه لكن ادوني فلوس كمان عشان اروح اجيب مكونات عشان اجمعها كفاية تجميع كفاية كفاية تجميع صنعوا صنعوا لما تصنع تقدر توفر عملة صعبة وبالتالي يبقى عندك المنتج بتاعك المصري ونعتمد عليه ونعتمد على المنتج المحلي وكفاية اللي احنا بنقوله ده بعض الناس طبعا بيتدايقوا بيزعلوا كان معنا الدكتور هشام ابراهيم لسبوع اللي فات فليقيت بعض الناس من يعني حبيبنا من المستوردين زعلانين وقالوا للي ازاي بيقول كده وازاي نوقف كذا وازاي وازاي يا جماعة قادل عربيات اللي الدكتور خلال ابغفار النهاردة شافها واتكلم عليه وقال فيها نسبة التصنيع المحلي تتجاوز من 75% ل77% محركات وغير محركات والحاجات اللي انت دايما بكتش بتعملها هنا كنت بتجيبها او بالثورة شاسيهات حاجات كل مكوناتها العربية بتجيبها وتيجي تقول في الاخر ايه انا عملت عربية في مصر انت يا سيدي ما اسمهاش عملت عربية في مصر اسمها جمعت عربية في مصر عازة انتقل من التجميع الى التصنيع من تجميع عربية الى تصنيع عربية ده اللي الدولة النهاردة الرئيسي بيشتغل عليه ان انت عايز تعمل المناطق الصناعية عايز تعمل القدرات الصناعية للدولة المصرية يكون عندي يعني مناطق صناعية كبيرة بنشتغل عليها وده طبعا اللي هو ازاي نقدر نصل لهذا الامر وبالتالي ده دور الدولة المصرية ودور نحن كمان منظومة خاصة بتوطين الصناعة في التكنولوجيا النهاردة الدنيا العالم عنده ايه قذبط تايوان لتحقق اوروبا عندها قذبط ترجمة نانسي قنقر